لم يتوقع السوريون أن يصل الحال بهم إلى هذا الحد ظاهرة لم تكن في الحسبان انتشرت بشكل كبير وأصبحت كل السيارات معرضة للخطر بسببها انتشرت بقوة في مناطق سورية مختلفة نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية نوع غريب من محاولات الحصول على الأموال بشكل غير معهود لم يشهده السوريون في السابق حيث أصبح الأثرياء هدفا واضحا في السابق كانت المغافر وأقسام الشرطة تتلقى بلاغات محدودة للغاية بشأن ضياع السيارات التي تتم على فترات متباعدة ولكن الآن تصبح السيارة هدفا بالكامل اللصوص صاروا يستهدفون أجزاء بعينها من السيارة يمكن فكها وبيعها أصحاب المحال والسكان يقولون إن المتهمين باتوا أكثر حذرا بشأن الحصول على السيارات كاملة لصعوبة نقلها وتصريفها في محافظات أخرى ولجأوا إلى هذه الحيلة الغريبة إنهم يتأكدون بالفعل من وجود أموال بالسيارات التي يأخذونها ليلا بعد التربس والرصد ولم يعودوا يستخدمون أساليب الكسر والخلع وهم اليوم يستطيعون فتح السيارات بأساليب متقدمة لا تثير الشكوك أو الريبة حقا لقد أصبحت الظاهرة الأكثر انتشارا هي سرقة الإطارات والبطاريات سهولة تصريف هذه البضائع وارتفاع ثمنها شجع على انتشارها مؤخرا بين المتورطين في ارتكاب الأفعال غير القانونية يتراوح سعر إطار السيارة الجديد الواحد بين 650 ألف ليرة للصيني النوع الخفيف ويصل إلى مليون ومئة ألف ليرة للنوع الياباني وبينما الكوري بـ 850 ألف ليرة ونتيجة ارتفاع ثمن هذه الإطارات زاد الطلب على الإطارات المستعملة التي يباع الإطار الواحد منها بين 100 إلى 300 ألف ليرة حسب حالته ونوعه الباعة يقولون إنه من الصعب معرفة إن كانت الإطارات المستعملة التي يشترونها من الزبائن لإعادة بيعها مرة أخرى معثور عليها بطرق غير مشروعة أم لا حيث يقوم المتورطون عادة ببيعها متفرقة وبأماكن متباعدة أو حتى على الإنترنت لكن هناك أكثر من بائع إطارات لاحظ مؤخرا زيادة عرض بيع الإطارات المستعملة التي كانت عادة ترما في القمامة أو تباع لمحل الإطارات عند تبديلها بجديدة فقط وأما على صعيد البطاريات فقد تراوح سعر بطاريات السيارات الجديدة بين 500 ألف وحتى مليون ليرة ويتدرج السعر تبعا لنوع البطارية حسب إن كانت وطنية أو صينية أو كورية تباع البطاريات الكورية المستعملة بنحو 500 ألف ليرة إن كانت بأداء جيد وتباع على الأقل بـ 100 ألف ليرة لتجار الخردة إن كانت من أسوأ نوع أو لا تعمل نهائيا أصحاب السيارات في مأزق كبير إنهم يضطرون الآن إلى فك بطاريات سيارتهم وحملها إلى المنزل ويفكرون حاليا في ربط الإطارات بالجنازير بعد انتشار هذه الظاهرة محتويات السيارات أصبحت هدفا في الأحياء التي تعتبر ضيقة والجميع فيها يعرف بعضهم البعض لكن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة شجع المتورطين في ارتكاب تلك الأفعال على أخذها من دون خوف